اليمن على مائدة وارسو في المؤتمر الوزاري الخاص بتعزيز مستقبل الأمن والسلام في الشرق الأوسط الذي انعقد في العاصمة البولندية بترتيب من الخارجية الأمريكية لم يحضر اليمن إلا بصفته أحد الشهود على ما ترغب أمريكا أن يفهمه العالم بشأن الدور الإيراني السيء في المنطقة صمم هذا الشاهد الذي مثله وزير الخارجية خالد اليماني موقع لافت على منصة المؤتمر حيث ظهر متوسطا وزير الخارجية الأمريكي ورئيس وزراء الكيان الصهيوني القلق جدا من الأنشطة النومية لإيران في مشهد أثار حفيظة الغالب العظمى من اليمنيين أنا لم أكن ضمن ترتيباتي أن أقعد بجانب رئيس وزراء الإسرائيلي في هذا المؤتمر شكك الوزير خالد اليماني خلال كلمة له في نوايا الحوثيين المدعومين من إيران حيال اتفاق السوكهولم أو الانخراط في عملية السلام بسبب استمرارهم في حفر الخنادق وإرسال التعزيزات إلى مدينة الحديدة وركز على الدور المزعزع الذي تلعبه إيران فيما يخص دخلها في الشؤون اليمنية ودعمها لميليشيا الحوثي لاختطاف الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة الأمر ذاته تكرر خلال لقاء الوزير اليمني مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو حيث لا خطر إلا ذلك الذي تمثله إيران ليخلص اللقاء إلى دعوة المجتمع الدولي إلى تبني موقف صارم لمواجهة النظام الإيراني وكبح جموح سياساته التخريبية في المنطقة والعالم عرض الوزير اليماني في مؤتمر ورسو التهديدات التي تتعرض لها اليمن من زاوية الخطر الإيراني فقط في وقت تتعظم فيه التهديدات التي تحيط بالدولة اليمنية ومستقبلها والتي يأتي أكثرها من الحلفاء الذين انخرطوا في حرب مفتوحة عنوانها دعم الدولة لكن جوهرها هو تقويض هذه الدولة أو إضعافها في أحسن الأحوال ذلك على الأقل ما تضمنه تقرير الخبراء التابعين لمجلس الأمن الذي خلص إلى أن استعادة الدولة اليمنية لا يزال بعيد المنال بسبب جملة من التهديدات التي يتقدمها الدعم المقدم من التحالف لميليشيات لا تخضع للقانون وتستهدف الدولة اليمنية وتقاتل بالوكالة في حرب مفتوحة إلى ذلك صدرت عن السفير الأمريكي لدليمن ماثيو تولر إشارة ذات مغزة تفيد بأن الأزمة والحرب في اليمن قد تراوح خلال المرحلة المقبلة عند اتفاق ستوكهولم وسط شعور بخيبة الأمل عبر عنه السفير بسبب مماطلة الحوثيين في تنفيذ هذا الاتفاق وتأكيده أن الوقت الحالي هو لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وليس لمناقشة اتفاقة جديدة السفير تولر شدد في الآن ذاته على أن الاتفاق يمثل اختباراً لمدى قدرة الحوثيين على تنفيذ ما تم الالتزام به في ستوكهولم السويدية